في عندنا احنا كمصريين مثال اسمه جبنا سلة القط جهي نط او ياريتنا كنا افتكرنا حاجة عادلة او ياريتنا كنا افتكرنا ربع جنيه مخروم نقولها ازاي بالانجليش هنقولها speak of the devil speak of the devil منشن لحد تقوله كده يعني ايه الكلمة دي ويطر ايه عكسها الكلمة دي اسمها conscious ومعناها واعي او مدرك ودي صفة for example مثلا انك تقول if you're unconscious of what you can do you will lose a lot if you're unconscious of what you can do you will lose a lot والكلمة دي معناها انك لو ما كنتش واعي ومدرك لقدراتك والحاجات اللي تقدر تعملها هتخسر كتير او في حياتك والكلمة دي ليها عكسين اول واحد unconscious وده معناه غير واعي وغير مدرك والتاني اسمه subconscious وده معناه اللا واعي نفسه يا ترى استفاتت من الفيديو دا ولا لا حاول تجيب examples من عندك وتحطها في ال comments واصلح حالك ولو عندك اي كلمات تارية محتاج تعرف معناها وعكسها اكتب هالي في التعليقات وعمل بها فيديوهات برضو مستنيك في حد من الفانزي كان بيسألني يعني ايه تطوع بالانجليزي لو هنتكلم عن تطوع فاحنا هنتكلم عن كلمتين الكلمة الاربانية معناها العامل لتطوعي نفسه ودي هي عبارة عن الكلمة دي ونطقه في الامريكان اكسنت هو الأسطنة هو بالشكل ده الكلمة الثانية هي ايه الشخص التي تطوع وده هو عبارة عن الكلمة دي والكلمة دي نطقه في الامريكان اكسنت بالشكل ده اما في البرش اكسنت فنطقه بيكون أتمنى تكون استفادت من الفيديو حاول تيجي بانثير على الكلمات دي وتحطها في جمل في الكومنت وكمان لو عندك اي كلمة مش فهمها اكتبالي في التعليقات نستنيك طول عمرنا بنسمع عن نايزك لكن عمرنا معرفنا معناه بالانجليزي معناه بالانجليزي هو في الامريكان اكسنت ميديار ميديار اما في البرش اكسنت اسمه ميتيار ميتيار يبقى ميديار و ميتيار لو انت بيع بياء في السوق وعايز تنده على البضاعة بتاعتك بالانجليش تقولها ازاي في الفيديو ده هو كان بينده على البطيخ لانه بيبيع بطيخ فكان بيقول ايه يبقى البطيخ اسمه watermelon بالشكل ده وكمان هو قال في الفيديو come and get your come and get your come and get your watermelon come and get your watermelon يعني تعالى خد البطيخ بتاعك او خد لك بطيخة زي ما احنا بنقول في السوق يلا البطيخ خد لك بطيخ اللي عايز بطيخ حاجات زي كده فلو عايز تقول الكلام ده بالانجليش هتقول come and get your لو انت بتبيع بطيخ هتقول come and get your watermelon come and get your banana لو انت بتبيع اي حاجة تانية come and get your كذا اقول لي اذا كنت استفدت من الفيديو ده ولا لا وكتب لي تحت في التعليقات اكسامبل وهصلحولك وما تنساش تعلق على الفيديو ده وما تنساش تقول لي على احسن وقت تحب ان اطلع فيه live عشان اجاوب على كل اسقلتك ونتنقش في كل حاجة سوا مستنيك هلو دير كتير بنتفرج على تمرينا في في فيديو او بنكون في الجيم وبنسمع كلمة sets وكلمة reps يعني ايه sets ويعني ايه reps كلمة sets معناها عدد مرات تكرر التمرين اما كلمة reps فمعناها عدد العدات جوه كل مرة فمثلا لو انا هعمل تمرين ال push up او الضغط ففي التمرين ده انا هكرره ثلاث مرات وكل مرة هتبقى مكونة من عشر عدات العشر عدات دول اسمهم 10 reps اما الثلاث مرات او ثلاث ادوار تكرر التمرين اسمهم 3 sets قولي في التعليقات تحت الفيديو ده ايه اكتر وقت تحب ان انا نطلع فيه live علشان نتكلم مع بعض واجاوب على كل اسئلتك مستنيك النهاردة انا عندي مقابلة عمل وعلشان تقول ان انا عندي مقابلة عمل تقول I have a job interview 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 الفرق بين kind و type بقافتة الطرق type وkind الاثنين يستضمون بمعنى نوع لكن في الحقيقة في فرق بينهم في الاستخدام فكلمة kind بتستخدم علشان تعبر عن مجموعة من الحاجات مختلفين عن بعض لكن في بينهم صفة واحدة مشتركة زي المثال اللي معنا دلوقتي لما اقول cars use two kinds of fuel يعني العربية بيستخدم نوعين من الوقود النوعين من الوقود دول مختلفين عن بعض لكن في بينهم صفة مشتركة وهي ان هما الاثنين مصدر طاقة اما كلمة type فبتستخدم علشان عبر عن جزء صغير من كل اكبر منه جزء من الكل زي المثال ده It was too dark and I couldn't see what type of car it was يعني الدنيا كان الضلمة وانا ما قدرتش اشوف نوع العربية كان ايه بالظبط فنوع العربية ده كان نوع واحد من انواع كتير اتمنى اكون استفدت واشوف في حلاق جاية للوهلة الاولى يبني الكلمتين دول حاجة واحدة ونطق واحد لكن في الحياة الاولية دي اسمها lunch lunch وده الغداء واجبة الغداء الثانية اسمها lunch lunch ودي اطلق شئ معين زي product lunch اطلق منتج rocket lunch اطلق صاروخ وبس قوات of the day حكمة اليوم بتقول It's easy to make 10 friends in a year But keeping one friend for 10 years is special ودي معناها سهل جدا انك تعمل عشر اصدقاء في السنة واحدة لكنك تحافظ على صديق واحد لمدة 10 سنين تي حاجة مميزة فعلا يبقى كلمة easy معناها سهل وكلمة special معناها مميز قول لي اذا كنت استفدت من حلقة النهاردة ولا لا وما تنساش تصدق من كلمتين اللي احنا قلناهم النهاردة وتعمل بهم جمل وحطوهم في التعليقات وكمان لو عندك اي حكمة او مثل عايز تعرف معناهم بالانجليش اكتبهم لي برضو في التعليقات مستنيك ازاي تقول لحد انا نظرتي ما بتخيبش ابدا كلمة احساسي او نظرتي او حدثي في اللغة الانجليزية اسمها intuition فمثلا لو عايز تقول لحد انا شايف او حاسس ان الشخص ده كويس وانا احساسي ما بيخيبش او نظرتي ما بتخيبش تقولها ازاي بالانجليش هتقول اعمل جمل وسبف التعليقات اعمل جمل وسبف التعليقات نطقوا معنا الكلمة دي هنقسمع ثلاث مقاطع congregation 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 ومعناها هو صلاة الجماعة